إذا حب الله عبداً ابتلاي فأنا مقتنعة بيها جداً وبأخذ الابتلاق دا كأنه حاجة أنا هتعلم منها حاجة كتيرة قوي وهتزقيني قدام زي ما هي عملت فيها جداً موسيقى أنا سما عندي 17 سنة وأنا عندي 11 سنة عرفت أنه عندي كانسر في رجلي اليمين وفي الأول كنت تعبين شوية ومش بيكلم حد وقعدة في قوقعة الأدوية بتاعتي ومش بتعم مع أي ناس وبعدين بعد ستة شهور كده ابتديت من أن أطلع بره الكوقعة دي ولو نوارسم فوارشة العلاج بالفن فحبة حبة ابتديت أن أنا ما هتمش أن أنا باخد دوا وهتم بس للألوان يعني بخش معها في حالة سكون كده وأن أنا مش موبالية بأي حاجة غير الألوان وبعدين بعد ما عاد سنتين بتعالج وبعد ما خلصت علاج كررت أن أحاول الألوان دي لمهنة تنفعني وتنفع غيري فقلت أن أشتغل في الأكساسوري حاجة فيها ألوان وأنا بعرف أعملها فليه لا ما عملهاش لي فابتديت أعملها بقالي سنتين وقفت لما تعبت ورجعت تانية بعد ما خلصت وسط تعبك وسط ألمك لسه عايش برضو حل كما قلت كنت متحطمة نفسيا في الأول وبعدين قررت أن لا ما ينفعش كده أنا لازم أطلع من الكوكاعة دي عشان خاطر أتعلم من تجربتي دي ومش زعلانة عليها خالص يعني فرحانة أن أنا دخلت التجربة دي وطلعت منها بالشخصية دي وبحاجات الأفكار اللي عندي دلوقتي وفضلت بقى أن أنا أطور من نفسي في الدزاينز بتاعتي وأعدت حالي كثيرة بقى أن أرسم ألوان بألوان زيت وألوان ماندلا وبعد ما براتبهم بأرسمهم وألوانهم على الموبايل وأشوف شكلها يبقى حلو ولا بحش مع جميش أغير لون حاجة أغير شكل حجر كل ده على الموبايل قبل ما أعمله يعني وبعد ما بعمله على الموبايل بروح منفله زي طلع حلو جداً حاجة كويسة طلع وحش بروح راحة مغيرة في ألوان على الموبايل وجايبها وعملها من الأول تاني الأحجار العقيق والأمتاست وبحب السلفر قوي بحب السلفر جداً بحب أعمل حاجة كثيرة أنسيالات وأنكلتس كذا حاجة وسط تعبك وسط ألمك لسه عايش برضو حل أنا فعلاً بروح المستشفى كل فترة بروح أعلمهم يلونوا ويرسموا ويعملوا هاند ميد وبتبرع على طول المستشفيات ومشرط التبرع يكون مادية ساعات بعمل حاجات هاند ميد لأطفال بنات وأولاد وانزل أوزعها عليهم في المستشفى كانوا من أنواع الفرح إن هما يبتسمون بحاجة بسيطة جداً ده شيء بالنسبة لي كبير جداً فدايماً بعمل كده ومش هبطر أعمل كده إن شاء الله نويا أدخل إعلام ونويا أخذش أدبي ونويا جنب المجال ده إن أنا أنزل أتبرع كفلانتير الناس اللي هو يروح على طول يعودهم على الأطفال باستمرار مش زي ما أنا بروح متقطع نويا يروح باستمرار يعني أتبرع فعلاً كشخص للمستشفى فلانتير ده هعمله قريب إن شاء الله بس هزبط أمور دراستي الأول وسط تعبك وسط ألمك لسه عايش برضو حلم أي حاجة بتعلم حتى لو قد كانت تعلم منا لأنها فعلاً بتعلمنا حاجة إحنا ممكن ما نعرفهاش في ساعتها بس بعد كده بنعرفها فدي حاجة كويسة قوي ودايماً نبص للنص الكوباء المليانة أنا كشخص دايماً ببص للنص الكوباء المليانة حتى لو في حاجة كتيرة قوي وحشة أكيد في حاجة صغيرة كده كويسة دايماً ببص لها بصوا لها هتبصوا أنت لسه جميلة لسه لسه عايشة ولسه حسا كل حاجة حلوة فيك ولا فيك حاجة نص ترجمة نانسي قنقر